اشتركوا في القناة كونه سيكون سببا لشقاء ابويه وسبب قتل الغلام ان ابواه صالحان وبانه اراد ربه عز وجل ان يبدل اهله خيرا من هذا الغلام فهل هذا سبب في القتل وهل الله يأمر نبيا بقتل انسان ولماذا لم يمته الله عز وجل بدلا من ان يرسل نبيا لقتله فكيف يكون الجزاء قبل الفعل وكيف يحاسب الانسان على ما لم يرتكبه حتى وان قدر له انه سيفعله ففي هذا الفيديو مشاهدين الكرام سنتعرف على هذه الامور كلها ولكن قبل ان نبدأ لا تنسوا ان تدعمون باعجاب وتشتركوا بالقناة وتقوم بتفعيل الجرس الرمادي ليصلكم كل ما هو جديد ان شريعة الخضر عليه السلام تختلف عن شريعتنا وتختلف عن شريعة موسى عليه السلام فالخضر هو الذي ارسله الله عز وجل الى موسى عليه السلام ليتعلم منه ولذلك انكر عليه موسى عليه السلام خرقه للسفينة وقتله للغلام مع انه اتفق معه في بداية لقائهما على ان لا يسأله سيدنا موسى عن شيء حتى يكون الخضر هو الذي يخبره به فقال له في الاولى لقد جئت شيئا امرى وفي الثانية لقد جئت شيئا نكرا وفساد الابن وصلاح الابوين ليس سببا للقتل في شريعتنا ولا في شريعة سيدنا موسى عليه السلام وانما كان ذلك في شريعة الخضر عليه السلام وبامر من الله سبحانه وتعالى خالق الغلام وخشية ان يحملهما حب الولد على ان يتابعاه على دينه وهو الكفر فابدلهم الله سبحانه وتعالى خيرا منه ولكن لماذا قتل سيدنا الخضر والقتل محرم على الانبياء والصالحين فهو سبحانه وتعالى الذي امر الخضر بقتل الغلام كما امر بعض ملائكته بنفخ الروح فيه اولا فله الحكم سبحانه واليه الامر يأمر من يشاء من عباده بتنفيذ ما شاء من اوامره وهو القادر القدير على ان يحيي من يشاء ويميت من يشاء من دون سبب او واسطة لا معقب لحكمه جل ثناه ولا راد لقضائه سبحانه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون وقال اهل العلم ان قتل الخضر لهذا الغلام بهذه العلة فقيل انه كان بالغا وقد استحق ذلك بكفره وقيل كان يقطع الطريق فاستحق القتل لذلك ويكون معنى فخشين ان يرهقهما طغيانا وكفرا ان الخضر خاف على الابوين ان يذبى عنه ويتعصبا له فيقعا في المعصية وقد يؤدي ذلك الى الكفر والارتداد والحاصل انه لا اشكال في قتل الخضر له اذا كان بالغا كافرا او قاطعا للطريق هذا فيما تقتضيه الشريعة الاسلامية ويمكن ان يكون للخضر عليه السلام شريعة من عند الله سبحانه وتعالى تسوغ له ذلك واما اذا كان الغلام صبيا غير بالغ فقيل ان الخضر علم باعلام الله عز وجل له انه لو صار بالغا لكان كافرا يتسبب عن كفره اضلال ابويه وكفرهما وهذا وان كان ظاهر الشريعة الاسلامية يأباه فان قتل من لا ذنب له ولا قد جرى عليه قلم التكليف لخشية ان يقع منه بعد بلوغه ما يجوز به قتله لا يحل في الشريعة الاسلامية المحمدية ولكنه حل في شريعة اخرى وقال الالوسي رحمه الله في روح المعاني والآية من المشكل ظاهرا لانه ان كان قد قدر الله عز وجل عليهم الكفر فلا ينفعهما قتل الولد وان لم يكن قدر سبحانه ذلك فلا يضرهما بقاؤه واجيب بان المقدر بقاؤهما على الايمان ان قتل وقتله ليبقيا على ذلك واستشكل ايضا بان المحذور يزول بتوفيقه للايمان فما الحاجة الى القتل واجيب بان الظاهر انه غير مستعد لذلك فهو منافل للحكمة وكأن الخضر عليه السلام رأى فيما قال نوع مناقشة فتخلص من ذلك بقوله وما فعلته عن امري اي بل فعلته بامر الله عز وجل ولا يسأل سبحانه عما امر وفعله ولا شك ان ما جرى كان بامر من الله تعالى ولحكمة ارادها وهو الحكيم وهو العليم الخبير ولذلك قال العبد الصالح رحمة من ربك وما فعلته عن امري سورة الكهف وقال الشوكاني رحمه الله في فتح القدير وقد استشكل بعض اهل العلم قتل الخضر عليه السلام لهذا الغلام بهذه العلة فقيل انه كان بالغا وقد استحق ذلك بكفره وقيل كان يقطع الطريق فاستحق القتل لذلك ويكون معنا فخشينا ان يرهقهما طغيانا وكفرا ان الخضر خاف على الابوين ان يذبى عنه ويتعص باله فيقع في المعصية وقد يؤدي ذلك الى الكفر والارتداد هذا والله تعالى اعلى واعلم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين دمتم في رعاية الله وامنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نذكركم مشاهدين بمشاركة الفيديو مع اصدقائكم لتعم الفائدة على الجميع والاشتراك بالقناة ليصلكم كل ما هو جديد